لتعليق انضموا معنا من تعز المحل السياسي الأستاذ حسين المقتري أستاذ حسين بداية برأيك لماذا فشلت محاولات التهديئة بين المخلوع وميليشي الحوثي في العاصمة صنعة أعتقد أن هناك صراع متنامي سابقا ما بين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح وكان يتطور يوما بعد يوم آخرها كان حشد المخلوع علي عبدالله صالح إلى السبعين كان موقها إلى الحوثيين وليس موقها إلى مكان آخر صراع ما بين طرفين الانقلاب من سيحسم المعركة ومن سيكون الفائز الأول بأن يحسم صنعة وأن يكون هو الوحيد المتحكم بالقرار السياسي أيضا والقرار العسكري ولذلك عندما حشد علي عبدالله صالح يقنى الحوثيين بأنه يجب عملية الحسم سريعا ورد الحوثيين بالسرعة على المخلوع علي عبدالله صالح لأنهم أيقنوا قيدا أن علي عبدالله صالح بالحشد هو عملية شد أعضائه وشد أيضا القبائل لعملية حسم ضد الحوثيين ولذلك سارعوا إلى هذا القانب وانفقرت المواقهات المسلحة وإيقن الحوثيين بأن علي عبدالله صالح يريد أن يحسم المعركة وأن يكون هو المتحكم واللعب الأساسي بعد أن كانوا لافتة طلحها علي عبدالله صالح للهروب من القرارة الدولية التي كانت صدرت سواء كانت إقليمية أو دولية والمبادرة الخارجية فقعل الحوثيين هي لافتة للهروب وأيضا الحوثيين تمكنوا من الاستفادة من هذا القانب وتغلغلوا في المشايخ وفي الدولة ويريدون الحسم اللي يجب أن يحسم أحدهم الصراع في صنعا ولذلك سنشاهد أيضا صراع عنيف ولن يستطيع أحد إيقاف هذا الصراع إلا بأن يحسم المعركة أحد طرفين نعم يحسم الصراع لماذا برأيك في هذا التوقيت تصاعد الخلاف؟ ما هي المتغيرات التي طرأت؟ القيش الوطني يتقدم بشكل متسارع والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتطورات ميدانية متسارعة وانتصارات سواء في القانب العسكري أو أيضا في عملية التنمية الاقتصادية ولذلك وكل طرفين الصراع يتهم الآخر بأنه هو المعيق وهو الذي ينسحب من المعارك وأن هناك خيانة من كل طرف ولذلك الحوثيين أيقنوا قيدا أن علي عبدالله صالح يريد إنهاء الحوثيين وأن يكونوا هم الشمعة لجميع الأخطاء ولذلك أيقنوا بأنه يجب أن يكون المخلوع هو الفريسة القادمة حتى يتحكموا بالقرار العسكري والسياسي في البلاد والانطلاق بكتلة موحدة هي الحوثيين فقط وليس علي عبدالله صالح حيث أن علي عبدالله صالح سيكون شيء غير موجود لدى ذهنية الحوثيين حتى ينطلقوا بمرقعية واحدة وثابتة في المعركة القادمة نعم من وجهة نظر كيف نعرف ميزان القوة الآن بين صالح والميليشيا وأين تسير الخلافات بينهما أعتقد أن الحوثيين أثبتوا أنهم أقوى من علي عبدالله صالح حشد علي عبدالله صالح إلى السبعين وحشد الحوثيين في أماكن متعددة خمسة تجمعات حشدها الحوثيين وأيضا تمكن من السيطرة على القبائل في طوق صنعاء ولذلك أعتقد أن الحوثيين هم تمكنوا من السيطرة على الصنعاء ومكسبوا ألاهات القبائل بعمل تفع تاوات لها القبائل الصنعاء دائما قبائلها دائما تريد الأقوى وتريد المتحكم والمسيطرة على الأرض ولذلك الحوثيين استطاعوا السيطرة على القبائل واستطاعوا أيضا السيطرة على الأرض إن ما نلاقيه من امتهان للمؤتمر الشعبي العام والمخلوع علي عبدالله صالح بأن حتى نقاط التفشيش وصلت إلى باب بيته قتل المقربين إليه نشاهد جيدا أن الحوثيين هم الأقوى في صنعاء وأنهم سيحسمون المعركة لصالحهم علي عبدالله صالح بدأ يضعف بشكل كبير حتى أمام أعين أنصاري حشد السبعين كان هزيلا جدا ولم تأتي رسائل موجهة وكانت ضعيفة مما أشعر القبائل بأنهم ضعفة في هذا القانب وأشعر أيضا المؤتمر الشعبي العام ورقع منكسرا ولذلك الحوثيين استطاعوا أن يكسبوا هذه القولة وسيستطيعون أن يكسبوا القولات السابقة في هذا القانب وملاحظه أكبر دليل في هذا القانب واحتشادهم في صنعاء والسيطرة على مواقع خاصة بالمؤتمر الشعبي العام نعم بشكل مختصر كيف يمكن لشرعية الاستفادة من هذا الصراع الشرعية يجب أن تكون فاعلة وتستفيد من هذا الصراع بعملية تنسيق لقبائل الطوق أعتقد أن هذا الصراع يبعث برسائل إلى الشرعية بأن المخلوع علي عبدالله صالح انتهى وأيضا يشعر اليمنين بأن الحوثيين هو عنصر داخل واذرع لإيران ولا يمكن لليمنين أن يتقبلوا الحوثيين ولا يمكن أن يتقبلوا عودة الإمامة من الأخرى ولذلك نقول أن على الشرعية أن تلعب بهذه الورقة بأن تعزز تواجدها وتحالفتها مع قبائل الطوق وأن تكون فاعلة في هذا القانب وأيضا تقوم بوجود ولااءات قديدة من أبناء صنعاء لأن هناك من سيهرب من علي عبدالله صالح والحوثيين إلى الشرعية وهذا شيء مؤكد في هذا القانب نعم من تعز المحل السياسي الأستاذ حسين المقتري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك